يقول لك البيع الالكتروني الآن في البيع الالكتروني له صور ما هي هذه الصورة زاك الله خير ويدخل فيه أيضا البيع عن طريق الهاتف أو تحويل العملة عن طريق الهاتف هذه نقطة مهمة جدا أغلبكم أيها الكرام الفضلاء لهم أهل في بلدانهم فيقول له يا أخي ترى اذهب لفلان ترى حولتلك عنده ما يعادل 500 ريال سعودي الصورة هذه إما أن تكون حلالا وإما أن تكون حراما ويدخل فيها النسيئة النسيئة معناها التأخير ونحن كالنساءة على معد قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا لأنهم كانوا ينسؤون الشهور يجعلون رمضان في راجب يجعلون في شعبان يجعلون في وقت آخر يقدمون ويؤخرون ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي في الصحيح قال إن الزمان قد استدارك هيئته الأولى السنة 12 شهرا ثم قال منها أربعة حرم ثم قال ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان لأن رجب كان رجبين رجب لقبيلة مضر ورجب لقبيلة ربيعة ربيعة كانوا من النساء ينسؤون الشهر لأن يصعب عليهم أنه يتوالى ثلاثة أشهر متتابعات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاث أشهر متتابعة من الأشهر الحرم فيأتون عند رجب ينسؤونه ويجعونه مرة في شعبان مرة في جماد مرة في كذا حتى لا يطول عليهم لكن كانت مضر وهم من نسب النبي عليه الصلاة والسلام من أجل النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسؤون رجبا يبقونه كما هو في ترتيب الأشهر فالنبي هنا ذكر قال ورجب مضر ثم زاده بيانا قال الذي بين جماد وشعبان حتى يزداد بيانا ويعرفت أنه هو الشهر السابع ترتيبا الذي بين جماد وشعبان الآن أنت تريد أن ترسل لأهلي كمالا إذا رحت أعطيتها لزيدي من الناس وقام زيد من الناس سلم أهلك أخاك عمك خالك بعد ساعة بعد ربع ساعة فقد وقعت في ربا نسيئة طيب إيش الحل الحل إن كنت تتصل بي قريبك وتقول له اذهب عند فلان الآن ولما توصل اتصل به ثم تذهب عند اللي حيقوم بعملته إيش التحويل من هنا تكون جالس معه وقريبك جالس مع مين مع الهناك اللي حيستلم وتتصل تقول له السلام عليكم جاك أخي فلان جاك قريبا يقول لك نعم طب عطني يا السلام عليكم ترى الآن إحنا استلم منه مبلغا وقدره كذا في نفس اللحظة والجوال يكون لسه معك ما تنزلوا على أساس ما يحصل عملية إيش تأخير تسلم هذا يقوم هذا يستلم أملاق بالكامل ويتفرق واضحت الآن لأن الأصل في هذه النبي ويش قال الكلام ده كله اوعت اسمع يقول لك متشددين وشددت الدين كلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات الربا يقع الربا ستا وثلاثين إثما والعياذ بالأقلها أن يأتي الرجل أمه ما هي لعبة يمحق الله الربا ويربي الصدقات هذا دين دعوكم من خزعبلات اللي بيخرجون في التلفزيونات هالأيام جالس لي مع واحدة متبرجة اديه قدم بالدجاجة المذيع والمذيعة وهو جالس يتكلم عن إيش إجابة الدعاء يا رجل رح شوف لك مكان تاني الله يرضى علي انتبه يا أخوانا نكلمكم بكلام موجود الآن في القنوات انت رجل دين احترم نفسك طلع لي معاه وجايبين واحد يحفظ القرآن وجغالي غني لي للمكلثوم يا رجل تبهوا لمثل هذا وأخرجوا هذا المفسد من بيوتكم تريد أن يستقر لك قلبك لابد أن تخرج هذا المفاسد حتى لا تؤثر عليك النووي رحمه الله يقول أدخلت كتاب الحاوي الحاوي في الطب هذا لبن سينع أدخل عنده فين في البيت قال فانغلق الفقه علي حتى أخرجته شوف ربنا أقفل علي المستقبل بارك التليل نهار ما فيش غير مع هدول والعياذ بالله الأصلع وبحملات وفلان وكذا وشغالين يضحكون على الناس ويأتون بدين جديد للناس يعني يفسدون عليهم ما هم عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال أبي هومي عليه الصلاة والسلام عليكم والسلام قال فإن اختلفتم لأن الآن الربع عندنا جنس وعندنا نوع إذا اتفق الجنس مع الجنس يعني حتوق يعني حتق عليكم السلام عايز تعمل تشينج ريال وذ ريال تريد أن تؤين ريال بريال الجنس واحد الآن هذا اسمه إيش ريال وهذا اسمه ريال لابد له من شرطين إيش الشرطين التماثل والتقابض ان كاش ان ذا مومنت أنت وجالس ما تتفرق إلا وانت أخذت فلوسك صورة دقيقة جدا تروع عند البقالة تقول لي يا أخي صرف للمية ريال يقول لك يا أخي عندي خمسين وتعالي بعض ربيع سأخذ إيش الخمسين الثانية ريبا الجنس الآن متفق ولا ممتفق إذا لابد من التماثل مية ريال بمئة ريال والتقابض تمسكها في يدك قبل ما إيش قبل أن تتفرق طيب إذا الآن اختلف الجنس مع جنس آخر يعني أصبح ريال بدولار ريال بدينار ريال بجنيه قال لك هنا لا يشترط التماثل ويشترط التقابض وذا اللي حاصل الدولار بثلاثة خمسة وسبعين ريال صح ولا الريال بخمسة جنيه في الدولة بعشرة جنيه في دولة ثانية إذن التماثل هنا لا لا يشترط وهذا يدل على شيء عجيب سبحان الله يدل على أن هذا الدين يصلح لكل زمان ومكان وأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لأنه لا يمكن أن العملات إنها إيش أنها تتماثل وتتساوى لا بد يكون في لا بد يكون في يكون في ميزان تجاري مختلف لا بد يكون رصيد الجوالات يا أخوان لو سمحت تقفل الجوالات هذه لا بد يكون بالنس أوف ذي قولد رصيد الدهب من دولة إلى دولة إيش أنه يختلف أيضا المستوى الاقتصادي إيش يختلف فلا يمكن أبدا أن تكون دولة وعملتها كدولة إيش كدولة أخرى عشان تعرفوا أن دينكم دين عظيم ما في دين مثل أبدا يأتي ولذلك دول كبيرة لعبت في اليوجري والريبا أفلست مثل البرتغال واليونان إلى يوم من هذا ما قامت لهم قائمة لدول الاتحاد الأوروبي كيف أنه يدعمهم ولليوم ما دعمهم بشيء يبغى عشر مليار وعشرين ما حد دعمهم جلسين في مزغبة كل من إيش من هذا من هذا الربا إذا وضحت عرفنا نمآن تبغى تحول لأهلك في اليمن لأهلك في مصر لأهلك في السودان وكذا يكون هناك قريبك موجود في نفس المكان وانت موجود عند النفس اللي حاول عنده هنا وتتصل فتأخذ منه في نفس اللحظة هذه مسألة البيع الإلكتروني أو مسألة الآن عرف وضحتها شيخ عرابي هذه هي لابد يكون في تقابض في نفس مجلس العقد قبل أن قبل أن يتفرق في تلك المسألة يكون فيها الربويات الأصلاف اللي احنا ذكرناها طيب الآن الصراف عند محلات الذهب ما حكم بطاقة الصراف عند محلات الذهب نقول الصراف تقابض بدليل ما تنتهي العملية إلا ويجيك رسالة على الجوال إن هو تم حسم مبلغ وقدره كذا من إيش من رصيدك فالصراف عبارة عن إيش عبارة عن عبارة عن تقابض ولا شيئة فيه